السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد رأيكم نعمل مع بعض الكيك الرائع طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد من الكوات وهنعمله في الخلاط طعم متحفة جدا يلا عملي لايك وعملي اشتراك وانتشرف علي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة بإذن الله هنبتدي مع مقادير وطريقة التحديل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هنحط في الخلاط بيتين ولو عندك البيت صغير زي اللي موجود في الفيديو ده هحطي تلتة بيت انما لو البيت حجمه كويس هنحط اتنين بيت بعد كده هنحط رشة من الفانيليا او فانيليا سيلة حسب المتوفر عندك مفيش مشكلة بعد كده هضيف كباية لربع من السكر نص كباية من الحليب ونص كباية من الزيت ومعلقة صغيرة من الخل وهنضربهم مع بعض كويس جدا في الخلاط ونركعتين بعد ما ضربناهم في الخلاط هنحطهم في بولة عميقة وهنبتدي نحط فوقيهم كيس من البيكنج بودر اللي هي خميرة الحلويات وهنحط معلقتين كبار من الكاكاوي الخام بس لازم طبعا ننخلهم مش هنحطهم على طول وهننخل كمان حوالي كباية ونص من الدقيق المقطع اللي ضفت فيه دقيق كنت فاكرة ان انا بسجل بس طلعت مش بسجل فانضيف كباية ونص دي ونقلبهم مع بعض ونحطهم في صانية مقاسها عشرين في خمسة وعفرين تقريبا دي شوكولاتة هنضوبها في المايكرويف وهنبتدي نعمل بيها شكل كده على ورق الزبدة طبعا ورقة الزبدة دي يعني انا عاملاها قد لصانية بالزبط ودلوقتي طبعا الكيك في الفرن هيخد حوالي تلت ساعة عملت شوكولاتة دي وركنتها علشان تجمنت وارح باطلع الكيك من الفرن زي ما قلتلك خد حوالي تلت ساعة وممكن ياخد اكتر او اقل حسب الفرن بتاعك دي كده جمدت معي الكيك هنشيله من ورق الزبدة طبعا الكيك حجمها كويس جدا حجمها عائلية نكفي الكل هنشيل الطروف بتاعتها شلت منها ورق الزبدة الاول وبعدين نشيل الطروف لو لسا عالش لايك يا ريت تعملي الفيديو لايك بسي هشة جدا الطروف بتاعتها وهي كلها هشة شلنا الطروف من كل الجوانب بعد كده هنحط عليها كريم شونطية طبعا طريقة الكريم شونطية نزلتها لكم في فيديوهات قبل كذا فيديو قبل كده مش فيديو واحد هزيبلك طريقة منهم في صندوق الوصف تحت الفيديو دي بقى خلاص جمدت معيها شقلبها كده فوق الكريمة زي ما انتي شايفة وسويها كده عشان لو في حتة تكسرت او حاجة هقطع بقى مربع كده عشان اوريك شكلها وقدي هي هشة ولذيذة لو جربتيها اكيد هتعجبك جدا جربيها وقولي لي رأيك ايه شوية شوكا طبعا على الوش جامدة فايه اا يعني اتقطعت معي كده بشكل مش مظبط شوية طحفة جدا لازم تجربيها وهشة جدا جدا ما انها الفيديو كنا لاعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراكوا وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل فيديوهاتنا الجديدة بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته